يكافح الفنانون في الصين للتحيل على الرقابة الصارمة في البلاد لاستمرارهم في إنتاج أعمال مسرحية تتكلم عن مواضيع سياسية واجتماعية تعتبر حساسة بالنسبة إلى المسؤولين وتؤدي ممثلة دور الموظف السابق في أجهزة الاستخبارات الأمريكية أدوارد سنودن فيما تمثل بيدها شكل سلاح وتوجهها صوبة كاميرا مراقبة وهذا النوع من المسرحيات عادة ما تمنع عرضها الجهات المكلفة الرقابة على الأعمال الفنية في الصين إلا أن فنانين مثل كاتب هذه المسرحية ومخرجها وانك شونغ يعملون فيما يمكن اعتباره نسخة صينية عن عروض بعيدة عن برودوي وهي عروض صغيرة غالبا ما تكون مرتجلة يسير فيها المشاركون على خط رفيع بين الرقابة والحرية الفنية يستضيف عدد من المسارح في الصين أعمالا حديثة على الطراز الغربي لكن لا يزال عدد كبير من العروض المسرحية يدور حول عظمة شيوعية أو يعيد سرد حكايات قديمة لكن وانك وزملائه أرادوا اجتياز الحدود والخطوط الحمر عبر إنتاج مسرحيات بمحتوى جديد تتناول بعض المشكلات الاجتماعية والسياسية في الصين ترجمة نانسي قنقر